طيب أستاذ وليد الحياة أنه ممكن مشاركة فنانة ونجمة كبيرة زي أسعاد يونس وقريبة الحياة من أجيال كتير جداً دي فكرة عظيمة لو تكلمنا عن المشاركة دي كمان باقي طقم العمل أو باقي الكل بيشتغل يعني طبعا صاحبة السعادة بالنسبة لنا ده كان حلم من ضمن الأحلام بقى مننا بنحلم دايماً فكانت المخرجة نادية شويخ بصراحة ودكتور أسعاد محمد علي مدير المسرح هي اقترحت أن تبقى صاحبة السعادة وأنا في الأول يعني قلت يعني صاحبة السعادة أسعاد يونس ممكن تيجي جداً بالدور جداً كلام جميل كلام نظري يعني حاجة هيلة حاجة يعني حلم كبير جداً من الشرط أن هو يتحقق بس الحقيقة كان دكتور أسعاد محمد علي قال أنا براهن على الفكرة وعلى النص دايماً من بداية العمل كان يقول البطل الأساسي الأول هو النص فقال أن فكرة أن إسعاد يونس لو عرفت النص ده وعرفت دايه وبينائش هو كمان راهن وإحنا راهننا أن هي بخبرتها الطويلة وبعمقها وإبداعها هتفرز وتقول أنت دك كويس فقالت وبالمناسبة كانت هي في دبي لما وصلها النص ده كانت هي في دبي قالت طب بعتولي النص هي رحبت بالفكرة لأن ده مصر حكرر على رئيس برضو له تاريخ عظيم فرحبت بالفكرة بس قالت بعتولي النص فلما قررت النص قالت لو هتقدروا تنتظروني أنا مرحبة جدا وعجبني النص جدا والفكرة لو هتقدروا تنتظروني أنا هكون معكم فطبعاً لا لازم ننتظر كلنا لازم ننتظر صاحبة السعادة أكيد طبعاً أكيد طبعاً هي فنانة كبيرة الحقيقة أولاً صوتها لي بصمة خاصة بيها ده غير كمان إن هي بالفعل قريبة لأجيال كتير جداً حتى الأجيال الجديدة هي كمان قريبة لهم جداً طب بالنسبة لباقي النجوم المشاركين في العمل الحمد لله ربنا وفقنا في كست جميل جداً جداً إن شاء الله يسعد الأطفال ويسعد الأسرة المصرية كلها معانا طمطم طمطومة يعني أشهر العريز اللي احنا تربين عليها طمطم في بوجيو طمطم النجمة القديرة هلا فاخر ومعانا طبعاً من جيل الشباب يعني برضه عشان نقدر نقول هو ده حوار الأجيال اللي دايماً لازم يمتده وده اللي يتقدم على المسرح في كل قضيانة وفي شغلين الأطفال معانا النجمة الشابة المبدعة وميان السيد اللي برضه قبلت بطولة العرض ده وهي زاد بقى الجميلة بتاعتنا اللي بتتفاعل مع الأطفال دايماً وكانت مفاجئة بالنسبة لي جداً واحدة بنحضر الكواليس قد إيه هي طفولية قد إيه هي مندمجة في العمل قد إيه كانت حريصة على إن دايماً يطلع الشغل في أفضل صورة معانا النجوم طبعاً سامي مغوري معانا المزيع والممثل الجميل عمر رمزي تامر فرج النجوم أشرف طلبة عصام الشويخ يعني الحمد لله معانا قصد وشرفنا بقى كمان وكمان بإن معانا ألحان وده بالنسبة لي شرف كبير جداً ألحان ومسكر كبير هاني شنودة يعني حاجة مبدعة جداً وعمل ألحان يا رب تحوز إعجاب الأطفال والأسرة مصرية كلها